عايز اقول لك كلمتين قبل ما نطلع الفصل انت صديقي المواطن يعني اولا زي ما كان بيقول استاذ هاني احنا فيه عندنا اكتر من 500 شركة نشأة في مصر ده واحد عندك في مصر حاضنة اعمال واحدة من انجح حاضنات الاعمال في المنطقة اللي لم تكن من ابرزها على الاطلاق تلاتة انا عايز افكارك باقل من سنة احنا تقابلنا مع تقريبا هنا عادنا مع اربعة من ضمن عشرة كانت فوربس شايفاهم من افضل الشركات الناشئة هم افضل عشر شركات ناشئة على مستوى اقليم الشرق الاوسط بالكامل العشر دول مصريين احنا استضفنا منهم اربعة لو حضراتكم تتذكروا وبالتالي انا مش عايزك انت كمواطن تبقى مخدود من مسألة ان فيه شركة من الشركات الناشئة وقعت يعني على سبيل المثال لو انا عادت احكي لك الحدوتة بتاعة سيليكون فالي او وادي السيليكون في الولايات المتحدة الامريكية وتشوف كم الشركات اللي دخلت سباء محموم وتتنافس مع بعض وقتها كان على انهم يعملوا شركات ناشئة تعمل في مجال البرمجيات فيه كم شركة فضلت مكملة وفيه كم شركة النهاردة لو قلتلك اسمها تتكني بهزر لانها مش موجودة الشركات دي ما بقتش موجودة فيه شركات افلست وفيه شركات تم الاستحواز عليها وفيه شركات افلت ورجعت الاستثمارات لاصحابها مرة تانية انهم ما اصبحوا جر قادرين عن المنافسة ده بيجرى بس تاني انا مش من انصار بتيجو افرجك على السيليكون فيالي انا افرجك على مصر على الشركات الناشئة المصرية وعلى حضنة الاعمال المصرية كم الشركات اللي ناجحة لو انا النهاردة بتكلم على تقريبا 600 شركة ناشئة في مصر واحدة وقعت ده معناها انه الشركات الناشئة في مصر في خطر لأ طبعا يعني واحد على 600 ده ولا الهوى يعني بتتكلم في صفر فاصل صفر ثلاثة في المية حاجة كده يعني كلام فارغ يعني كلام فارغ ده بكلم بجد يعني مش بقولك الكلام ده عشان اتنين اغلب الظنة يمكن ذلك كان بيتكلم فيه دكتور هاني اغلب الظنة وحتى هذه اللحظة ان الفلوس دي هي فلوس مستثمرين طبعا للأسف انها فلوس مستثمرين لان احنا ما نحبش ان المستثمر يخسر فلوسه عشان تبقى ستفهم القصة بتبقى عاملة ازاي نهاردة هنفترض انا وحضرتك خدنا قرار هنعمل شركة ناشئة تعمل في اي مجال كان سميه زي ما تسميه حلو؟ هنقجر عربيات حلو؟ نعمل مواصلات يعني زي الشركات المشهورة اللي انت عارفة او الشركة المشهورة اللي انت عارفة بنعمل ايه؟ احنا بنيجي الاول نعمل دراسة متكاملة وبعدين نعمل دراسة الجدوى وبعدين بنروح عاملين بروتو تايب كده او نموذج اولي الابليكيشن بتاعنا بتعمل له حاجة اسمها فرونت اند وباك اند فرونت اند ده اللي هو حضرتك بتستخدمه لما تيجي تطلب العربية والباك اند ده بيبقى احنا الشركة خلاص عملنا كل ده بفلوسنا وعرقنا وشاءنا ما بيبقاش فلوس كتير قوي يعني كويس؟ بنعمل ايه بقى؟ ابدأ اخب بعضي واروح اشوف مثلا المستثمر الفلاني او الشركة العلانية نعمل لهم بريزنتيشن نعرض الفكرة بتاعتنا ونقول لهم والله احنا شايفين ان احنا الشركة بتاعتنا نقدر نقسمها للعدد ده من الاسهم وكل سهم مثلا مثلا قيمته عشر تلاف جنيه فانت تقدر تخش معنا بكم سهم يضمن لك نسبة شراكة كم في المية؟ طب لو عاوز تبقى عضو في مجلس الادارة يبقى نسبة شراكتك المفروض ما تقلش عن كذا في المية بنعمل عملية الفاندينج ده التمويل ده فبنلف على افراد او شركات نجمع الفلوس دي فيبقى عندي حاجة اسمها ايه؟ مبلغ هستثمره ابدأ افعل نشاط الشركة تنزل على ارض الواقع فتقدر حضرتك تخش على الاب ستور وتخش على جوجل بلاي وتروح منزل الابليكيشن وتبدأ تستخدم الابليكيشن بتاعي ده لو انا بتكلم انا على مجال تجارة الالكترونية تأجير عربيات مش عارف كلام مين ده كويس؟ حجز او ثلاثة سميها زي ما تسميها مش جي قصة يعني ينجح يا ما نجحش فوق كل ده بالتأكيد توفيق ربنا لكن دراستك المتأنية ده واحد اتنين المجهود اللي بتبزله هو اللي هينجح او مش هينجح ما نجحتش ده عمره ما معناه انه حضنات الاعمال اللي موجودة في بلدك او الشركات النشئة اللي بلدك مش قد كده ونش اي علاقة وبالمناسبة يعني يا دي مش اول شركة نشئة تقع يعني في شركات بتقع وشركات تانية بتكبر وتزيد وتتحول لشركات عملاق يعني انا عارف ناس عاملين كانوا ستارتب ما بقاش بقى ستارتب سعد عليه كذا سان على الخرصانات الجهزة ومش عارف ايه كلام من ده وتوريد الخرصانات لمواقع العامل حاجة عظمة وبيكسبوا زي السكر زي السكر ده غزل بنات حاجة مفيش بعد كده تاني انا اشجعك انك تعمل شركة ناشئة انا اشجعك انك تشتغل بس اشجعك انك تتأنى وفي الوقت اللي انت هتشتغل فيه مستثمر لاموالك هنا بتبقى انت حاجة اسمها silent partner او الشريك الصامت لو هتستثمر اموالك في شركة ناشئة اقرى كويس الاوراق طب لو انت ملكش في قصة دراسة الجدوة وانت متحمس ومحوش ارشين كويسين وعاوز تستثمرهم وتكسب من وراهم كويس لازم تاخد الورق ده وتدي المتخصص يقرى مظبوط يعني ايه متخصص؟ يعني الرجل خبير في دراسات الجدوة يعود يقرها لك ويشوف ويشوف دراسات السوق بتاعتهم بتقول ايه يفندها لك ويقول لك والله توكل على الله وربنا يرزقك او مبلاش دي طريقة الشغل لكن لو انت حطت الحاجة عمياني وترجع بعد كده تقول اصل الشركة واقعت وانا مليش دعوة ما انت حطت فلوس عمياني ما تعملش كده ابدا ابدا لا انصحك بذلك على الاطلاق الناس اللي تعبانوا وانا فلوس هتركز الناس اللي عايزة تعمل شركات نشأة دوس طبعا دوس انت عندك هنا تاني انا بأكد والله وبصوا انا هعملكوا حلقة على حوضنات الاعمال في مصر وتشوف فيه كام شركة في مصر ورؤوس اموالهم قد ايه وبيكسبوا ما شاء الله قد ايه عشان تعرف هي البلد بخير خلينا بس حد ياخدك فسحك